اهلا بكم مشاهدين في عدد جديد من برنامج دلال خير نتأسف كثيرا بوجود العديد من الحالات المرضية التي تحتاج لعملية زراعة الخلايا العظمية وكما نعلم أن هذا النوع من العمليات يجرى خارج الوطن وبتكاليفة كبيرة تفوق قدرة أهل المريضة ليبقى السؤال مطرحا ما مصير هؤلاء المرضى؟ م pickled والله مضرورة انا مذبية اولادي اهلا يدفنوني ميش شنا ندفنون اولادي مش حاجة سهلة بالأخص رأي ستبول نشوف أن هذا أطفال رأي قدامه رأي ولي دمودة الجائزة رأي ولي دمودة الجائزة سرطان الدم أو اللوكيميا هو نوع من سرطان خلايا الدم والأنسجة التي تنتج خلايا الدم مثل نخاع العظم في الوضع الصحي الطبيعي أما من يعاني من سرطان الدم فيبدأ نخاع العظم لديه بإنتاج خلايا الدم البيضاء غير الطبيعية التي تدخل إلى مجرى الدم وتبدأ بمنافسة خلايا الدم الطبيعية السليمة وتمنعها من القيام بوظائفها بالشكل الصحيح هي في اللول قح في مارس جاهب وصفاير أحكملوا شوية الكبدة وبعد الحمد لله براك كامل منه في السمن اللولة تع العيد تع العيد الصغير ولو يخرجوا لوحة اللي بلاكيت هكا زروقا كي عيرنا له وصبنا كل شهابط زعما فهموا الطبف الخطرة اللولة كونسير تع الدم وبعد ولو هكا بالتعيارات والاخر فصبنا باللي المخطع العظم هو اللي يحبس المصنع تع الدم قع حبس قع ما ينتجش لادم لصفائح ويلو براس كرام كل كاتجور ما تقولش اسمينا كاتجور عندو اللي كنترولان هنطلعو وفي الحال اللي يشوفو فيها ممكن ثم يزيدوا له الدم مع اللي بلاك لصبوا لانيمي هابطة والماناعة تاو هابطة ممكن غي كنترول ويقول لكم بعد تجيبو ممكن نزيدولو ممكن ما يزيدولوش لا زادولو يشدوه ممكن نهار يومين ونعود نطلع نهبطو ممكن كنترول ويقول لك لا سلمان بروشان ثان عاودولي شاك سلمان في السبيتر مرض خبيث لا يرحم تغلغل في جسده وانتشر بسرعة كبيرة مما جعل حياته الآن في خطر كبير وانبعد قالونا نديرو تاست لقل الزرع درنا التاست على بينو بينخو بسقو عندي غزل ثقورة ما طابقناش وانبعد قالوك كي ما طابقش لازم نديرولو دواء ديرنا لدواء قعد شهري فيت قريب شهرين زيادة في السبيطات على البليدة وانبعد قالوك لازم العملية مستعجلة ديرولو في الخارج كي حوصنا صبنا هذي تعطر كييري إذا ما قد قدرنا ما شو تساعد شبارة بول بلادات الاخرين غاليين وكا هو يزيد الدم كل سنانة نزيد الدم هنا في الخميس نروح للي بلاكات نديروهم في البليدة غدوة من ذك لازم قدش مكاش صفائح لتشدلوا الدم وكا ما يخرج ما يقدرش يلعب مع ذرياج المناعة زيرو مخافوا عليه لا ينجرح غير راقد ما مكي يزغط بزيف صفائح هالي كتهبط صافيتون قصلوا هكا غير كل سمانة نف البليدة كل سمانة ايه 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 يفوق زوجملاير مقدرناش كي يمكيش كمثلا في ايه في بعض البولدان الاوروبية يقول لك مكيش لازم اتبع الترك الترك رانا اتصالات مع الترك المبلغ اللي بعثوهن مليار وسبعمية هذا اللي رانا نتبعو فيه جاتني المبلغ كبير بزاف بزاف والله غير حشمت زعمها كان باش نقول للناس تمدلي والله غالب وينطحت في هذا ال يعني اللي لابس به ما يقدرش يلم هذا المبلغ عائلة تتألم في اليوم آلاف المرات على حالة ابنها الذي يحتاج لعملية زراعة الخلايا العظمية في اقرب وقت ممكن ما ننقدرش نبوسوه ما ننقدرش نعنقوه ما ننقدرش يعني وحدوه نرقد غير انا وياه في الشمبرة على جلين ما نعتاعوه صيبنا كيما هكا غير عسينوه خايفينو ينجرح خايفينو يطيح وهو أولا كي يجو صحابوها كامين ذا كي طلوا عليه والله كي يخرج يخرج ولي يبكي باغي يخرج باغي يرجع لحياته نحس صحابي يلعبوا باغي أنا قد يتفضى أنا ماذا بي طفل يبرق كي يوا كي ذريري يخرج يلعب ماذا بي كي مكان في الأول ليقدر يحيي هذا الطفل وكي شغل أي صدقة جارية عليه فل ما يخرجش ما يدخل وحالته راه يتزيد نيدة اللي نوجه الوزارة الصحة وبالآخص رئيس التبون نوجد نيداء الرئيس بالأخص رئيس تبون نشوف أن هذا الطفل رأى قدامه رأى ولي دمودة الجزء نيدة اللي نداء إنساني إلى السلطات العليا في البلاد ووزارة الصحة للنظر إلى حالة هؤلاء المرضى وإنقاذهم من الموت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر